تتعدد الوسائل والغاية واحدة سحق أصوات تنتد بواقع لا يحتمل في إيران يبتكر جهاز الأمن طرق تعذيب ممنهجة لفضل احتجاجات المستمرة منذ مقتل رمز الثورة محسى أميني سبتمبر الماضي شبكة CNN تتبعت خيوط شهادات أوصلتها لسلسلة غامضة من المعتقلات السرية في جميع أنحاء إيران ثلاثون موقعاً الكثير منها يقع داخل منشآت حكومية كقواعد للجيش وللحرس الثوري الإيراني والقليل داخل مستودعات أو غرف فارغة في مبان أو أقبية مساجد هنا في شمال شرق إيران في مشهد تم تحديد ثلاثة مواقع سوداء إليها جر المتظاهرون مع سبول أعين وتعرضوا لضرب مبرح وانتهى بهم الأمر بكسر في الأنف وأحياناً في الأذرع أو في الضلوع المعتقلون ذكروا تفاصيل العنف الجنسي والسعق بالكهرباء وخلع المسامير والجلد والضرب المبرح الذي تعرضوا له كل ذلك تقول المصادر إنه يجري تحت إشراف قوات البسيج التي تتركز في قاعدة النخبة الدينية مشهد صفعوني على فمي ووصفوني بالسيئة وصوروني لأقول إن وسائل الإعلام الأجنبية أثرت علي للنزول إلى الشارع ليست فاطمة وحدها من تم سحب اعترافات باطلة منها تحت التعذيب في طهران بل آلاف المتظاهرين خصوصاً في سنندج الغربية ذات الأغلبية الكردية ووفقاً للروايات تمثل المواقع السرية منفذ الاتصال الأولى للمتظاهرين الموقفين لساعات أو لأشهر لكن مراكز الاعتقال غير الرسمية ليست ظاهرة جديدة في إيران إلا أنها توسعت كثيراً في الانتفاضة الأخيرة سابقة برأي المحللين تعود لخوف النظام من الإطاحة بأركانه ما دفعت به لتكثيف التكتيكات الوحشية خارج نطاق الإجراءات القانونية وإيقاف الاحتجاجات بأي ثمن كان ترجمة نانسي قنقر